مرحبا ستكون لكم ألف ساعة و بخير و رجعتكم في العادة الفيديو جديد و بطبرة جديدة و ديات برامتنا منهر 13 و أولا حاجة بشنا نعملها بشنا نحضر مع بعضنا التدبير مع الجاجة روتين نحضر المكونات اللي بشنا نفوح بيهم الجاجة امتنا عندي ملح في الفلاكحل كوركم كليل وزعتر ملحين مع بعضهم كليل وزعتر ملحين مع بعضهم كليل وزعتر فرشكين كب نضيف الفاس ثوم و كمون يضيف مغرفة صغيرة فلفل أحمر و فلفل شايح و بودر و نواد موسكات كإضافة نضيف مغرفة صغيرة عصر و كيف كيف زيتها تضيف ملحين من السوس برباكيو نتحدثنا للتحطير كما نرى برد وزعت نزيل زيار برد وزعت نزيل زيار برسك 4 مغرفة كبار وكي نأخذ كل فاس الثومة بش نعصره بالباهي بالنسبة للثوم راوي يفوح على الأخر الجيج كيف يزيدها بالنسبة للفاحات في ملكليل الأخضر داكة وإلا الزعت اللاخضر كان عندكم تنجموا زيدوه تحطوه معنا في وسط الجيجة راوي يبنن على الأخر كما تشوفوا حتيت اللفاحات أذوكم الكل بش نزيد عليهم مغرفة صغيرة عصال مغرفة صغيرة زيدة سوس برباكيو وبش نخلطهم بالباهي مع بعضها كما تشوفوا كإضافة بش نزيدها شوية زيد نباتي تنجمون تم تستعنوا زيد زيتونة وديها تدبيرها متانة كنت حاضرة اخذت البنسو بش ندور على الجيجة ديك الكل بش نفوحها من داخل من بره معنا مشيرات الكل بش جيني معنا مفوحها بالباهي بتبع الجيجة بش تحبوها تقدم محافلة على القويم التاحة خذت على جنب خيط بش نسكرها بالباهي ملول ندور على ساقي نظوكم بعد ندور على جناحات نسكرها ونربطها معنا بالخيط ومبعد نحطها في الساشيات معنا خاصة بالفور الجيجة مضايبش نخلطها بساعة كاملة على فور مساخة من أقبل على 180 درجة نار الفقانية واللوتانية ومبعد نوالي نرجع لها فلاتنا بش نحضرها مع بعضنا كيمة الميني تاكوس حصير وغطيت صدر متع الجيج قصيته كاكا ديكوك وغطيت زادة على جنب تنجرة حصيت فيها كمية بها متع زيت والجيجة ديك دوم مقليته شوية زيت وزادة شوية ماء وغطيت زادة على جنب بصلة متوسطة قصيتها جويدة حتيتها في المرحلة هذه والجيجة مضايبش نفوحوا بالبي بالنسبة لها حتيت ملح فلفل لكحل شنحط زادة كوركم كتير وزعتر مرحيين مع بعضهم شنحط زادة ثوم بودر وكإضافة بش نعملها بش نحط من الهريسة الشايحة سينو كانت حبوا الجيجة مضايبش نحط من الهريسة نجمو تستغنوا عليها كإضافة زادة حتيت نواد موسكات والجيجة دوم من شحم الماء طفيت عليه وتوش نحضر مع بعضنا الميني تاكوس وتو كما تشوفوا خطيت الخبزة ديكا حذر بالنسبة لها موجود معناه بارتو في الليدل في الألزي في تون السادة في بادي ولا ويبيعوا فيه نجمو تاخدوها حذر وتعنوا به الحاجة اللي تحبوا عليها كما تشوفوا بالنسبة للخبزة قصيتها على أربعة وباش نريكم معناه طريقة للتشكيل كما تشكيل كعبة الصمسة ما دية باش تكون حاجة مالحة وبالخبز متاع التورتيلة لخبز لورابس بالنسبة للفارس حبيت نعمل حاجة سامبل على الأخر كما نشوفوا حتيت ملو لهريسة حتيت اكت جيجة ديكا ميني موزاريلا وباش نقعد نشكل فيها بالطريقة ديكا وبعد نحطها على جنب فيسحان باش نكمل الكمية اللي عندي الكل بنفس الطريقة سينو انتم ما تنجمو زيدو مايونيز سينجمو في بلاس الجيج تعملو تن تعملوا الحاجة المتوفرة عنكم ودي تحبوا عديها جزت نعطيكم أفكار وبتبيع انتم ما تعملوا الحاجة اللي تحبوا عديها في نفس الوقت الجيجة متاعدت عليها ساعة بالضبط كما تشوفوا فيها اخذتها كرون ميزيين تم قدي كان بش نقصة كش ساشي ديكا وكما تشوفوا في المرحلة هذي راو سايبة كمية كبيرة متاع ماء بالنسبة للجيجة وكما تشوفوا في اللي ساشي ديكا ومتاع الخاصين بالفور راو لازم اكل مية ذاكا يتحصل لكم بأرشا بالنسبة للمية ذاكا بش نستحفظ به حاجتي به الانبعض وكما تشوفوا زادة المية ذاكا قعدت نوزع فيها على الجيجة الكل الجيجة متاي بش نقلبها عشيرة الاخرى بش تاخلي يلون ميزيين وبش نعاو ندخلها على الفور بش نخليها بالضبط براسك نص ساعة اخرى بالنسبة للجيجة اللي عندي راو صغيرونا وقبل من دخلها للفور كيما تشوفوا نحي تلعك الخيطات ذاكا في نفس الوقت ليميني تاكوس وإلى ليميني ساندويتش حصيروها بالنسبة للتسمية سميوها اللي تحبو كيما تشوفوا حتيت بش نطيبهم على مقلة تكون سخونة بالباهي بش تعطينا لون ميزيين ويبدأوا معناها ياخدوا الزينة متاع المقلة وتبيعة مدام قلنا بش نعملوا الجيجة لازم بش نرافقوها بالروز معناها يصلات الروز وإلى روز أزعر بالنسبة لها بش نعمل روز أزعر كما تشوفوا خطيط التنجرة اللي طيبت فيها هديك الجيجة قلت خلينا نعمل فيها الروز متاع حتيت كاس روز اللي غسلته لحت شي وبش نحط عليه زوز كيسين ماء وبالنسبة لها استعملت الكاس اللي الماء ذاك اللي سايبته الجيجة والكاس الثاني استعملت ماء عادي مسبالة تولى الروز متاع بش نفوحو ملح ميزيين طيب على جناب الجيجة متاعي حضر التنجرة كما تشوفوا فيها خذت لون ميزيين ميشيرات الكل وبش نحضروا مع بعضنا سلاتة خضرة وإلى سلاتة فجل كما تشوفوا عندي بسلت ماتم فجلة ذاكة عندي سلاتة ذاكة زادة حضرة بش نحطها بنينة على الأخر كانكم نعش في أوروبا إلا في ألمانيا فما السلاتة ذاكة يسميها فالت سلات رو بنينة على الأخر بالنسبة لها اكتشفتها معنا رمضان سنة وعجبتني على الأخر سلاتة متائة كما تشوفوا فوحتها بملح وفلفل لكحل وبش نزيدها لفجلة ذاكة شنعمل على الرشابة يزيد زيتونة عصرة قارس وسلاتة متانة تكون حضرة كما تشوفوا السلاتة في بادي بروحي كملتها بعد فكرت عندي شوية زيتون عندي الموت زرلة ذاكة اللي حليتها معاكم في ليساندويتش فضلوا لي كعبات قلت دخلي نزينهم في السلاتة وديت بارتنا اللي كنت بالنسبة لليوم عملت معاكم سلاتة خضرة الروز ذاكة لازعر بالنسبة للروز تنجمو ديدو فاكية بالنسبة لي الحقيقة ما حبيتش نعملها بالفاكية اخترت بش تكون معناه بالجيش زي انتها جوست بشوية بصل هكا قصت ومعناه ترانشات جويدين وشوية زيتونك حل وديت بارتنا اللي كنت بالنسبة لليوم حاجة شايحة بنينا تنجمو انتو ما ديدوها الشربة تنجمو ديدو سوابعة بريك بريك بالعظمة ديدو الحاجة اللي تحبوا عليها توم بقريكيب شغل كبسلامة في امان الله وش هيا طيبة